تحشيد عسكري في ليبيا بين طرفي الصراع قد ينسف ما بذل من جهود سياسية خلال الأسابيع الماضية لحل حالة الأزمة حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة حذرت في بيان لها من الحجد المتزايد والتحصينات التي تنفذها قوات حفتر حول سيرت والجفر الواقعتين إلى الشرق والجنوب الشرقي من العاصمة ترابلس وأضاف بيان قوات الوفاق أن قوات حفتر تعمد إلى زرع الألغام وحفر الخنادق وجلب المرتزقة والآليات الثقيلة والمدفعية ودعت قوات الوفاق المدنيين إلى عدم الاقتراب من مناطق العمليات العسكرية غربي سيرت إلا بعد أخذ إذن مسبق من غرفة العمليات العسكرية الميدانية من جهتها ردت قوات حفتر ببيان اتهمت فيه قوات الوفاق بحجد مقاتليها شرقي مسراطة مستعينة بالأسلحة التركية وآلاف المرتزقة استعدادا للهجوم على سيرت والجفرة وقال بيان قوات حفتر أن تحركات قوات الوفاق انتهاك صريح لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية 5 زائد 5 وفي وقت سابق أعلنت قوات الوفاق رصد 12 رحلة جوية تنقل مرتزقة من سوريا إلى مناطق سيطرة حفتر منذ أكتوبر الماضي